شفنا برضو التصورات بتاعة الموسم الجديد يمكن انا قلت الستوديو اللي فات في الانترو برضو احنا كنا بنتكلم على موسم صعب جدا 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 لموسم اللي فات بالنسبة لعيبة النادي الاهلي بالذات اللي اتضغطوا لان هم اللي كانوا مكملين في اكتر من بطولة محدش يقدر يعملها غيرهم دي البداية يعني داخلين في اكتر من بطولة كاس افريقيا كاس عالم كاس سوبر افريقي فيش حد غيرهم فالضغوط مع المؤجلات كانت صعبة قوي وشفنا اللي حصل الموسم اللي فات انا من وجهة نظري الموسم اللي جاي اكتر صعوبة فيه ارتباطات كتير جدا 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 على المستوى الدولي بالنسبة لمنتخب مصر وفيه ارتباطات كتير جدا بالنسبة للنادي الاهلي في افريقيا سوبر افريقي كاس عالم كل دي ارتباطات بجانب المباريات المحلية تكملت مسابقة كاس مصر ومسابقة الدوري العام شفنا اكتر من تصور فيه تصور يقولك نلعب دور واحد انا دي ما شفتاش فيها حتى في العالم بس هو علشان ايه علشان يتجنبوا الصعاب بتاعة الموسم اللي جاي عايزين يخلصوا شهر ستة طيب لو عملنا مجموعتين الاندي اعترضت الحل الثالث انك تكمل الدوري بنفس الطريقة عشان تكمل الدوري بنفس الطريقة او نفس الاسلوب دورين 34 مباراة لكل فريق الله اعلم الدوري ده هيخلص امتى يعني حتى حتى اكثر المتفائلين يقولك ان ده ممكن يخلص شهر عشر شهر عشر والله اعلم كمان ممكن ما يخلص على شهر عشر ففيه صعوبات كتير بجانب ارتباطات النادي الاهلي او بجانب الاهلي والزمالك والبيراميز والمصري والغر اه والمصري فيه الارتباطات الافريقية وفيه كاس بطولة العربية منتخبات وفيه تصفيات افريقيا وفيه كاس عالم يعني اعتقد ان السنة الجاية دي من اصعب السنوات اللي هتمر على الاندياة المصرية وهتمر على اللعيبة المصرية اتمنى اتمنى لعيبة المنتخبات بالذات ما يقصرش عليها الحتة دي ويقدر الله يحصل اي وقعات ليهم لان احنا نتمنى طبعا ان شاء الله باذن الله لمنتخبنا الوصول لنهايات كاس العالم طبعا نتمنى بصفة شخصية كل التمنيات وكل الامنيات الطيبة للنادي الاهلي بتاحيه الفوز في جميع البطولات سواء المحلية او الافريقية او العالمية ان شاء الله في كاس العالم للانديا